بسم الله الرحمن الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يسعدني ألتقي بكم اليوم ونحن نستكمل موضوع نظام الرقابة الداخلية وسنتناول في هذا اللقاء مقومات نظام الرقابة الداخلية ما هي مقومات نظام الرقابة الداخلية إذا انت سلسلنا في عرض الموضوع الموضوع الأول قلنا هو مفهوم وأهداف نظام الرقابة الداخلية مفهوم وأهداف نظام الرقابة الداخلية الموضوع الثاني قلنا مسؤولية كل من الإدارة والمدقق عن نظام الرقابة الداخلية وأنواع الرقابة الداخلية والآن بننطلق لمقومات نظام الرقابة الداخلية ما هي مقومات نظام الرقابة الداخلية مقومات نظام الرقابة الداخلية لازم حتى يكون نظام الرقابة الداخلية لازم يكون عندي مجموعة من المقومات أول مقوم من المقومات هو البيئة الرقابية البيئة الرقابية والمقوم الثاني هو إيه النظام المحاسبي والمقوم الثالث هو إيه الإجراءات الرقابية طب لو بدأنا بالبيئة الرقابية مما تتكون هذه البيئة البيئة الرقابية على إيش بتجتمل بتجتمل البيئة الرقابية على إيش الهيكل التنظيم السليم إذن الآن جانب إداري هيكل تنظيمي سليم إذا كان هناك هيكل تنظيمي سليم فهذا يعتبر مقوم من مقومات البيئة الرقابية التي تعتبر بدورها أحد مقومات نظام الرقابة الداخلية أيضا لجنة التدقيق وسياسات التوظيف لازم نتبع سياسات في التوظيف أيضا على أساس الكفاءة المهنية وأيضا التدقيق الداخلي وسنتناول كل من هذه العناصر أي عناصر البيئة الرقابية بشيء من التفصيل إذن مقومات نظام الرقابة الداخلية حكينا أن أول مقوم هو البيئة الرقابية فما هي البيئة الرقابية هي البيئة التي تجتمل المواقف والتصرفات والسياسات والإجراءات التي تتبنىها الإدارة العليا والأفراد أي أفراد المنظمة بشكل عام وهي جزء مهم من نظام الرقابة الداخلية طب على إيش بتجتمل قلنا؟ قلنا أول عنصر بتجتمل عليه هو الهيكل التنظيمي السليم فالهيكل التنظيمي السليم بوفر العناصر التالية بوفر العناصر ما هي العناصر التي بوفرها الهيكل التنظيمي السليم؟ بوفر بيحدد للصلاحيات والمسؤوليات التي ذكرناها في إيش؟ في أنواع الرقابة الداخلية بيحدد للهيكل التنظيمي السليم بيحدد للصلاحيات والمسؤوليات عن مستوى كل الإدارات والأقسام والأشخاص إذن بحدد للصلاحيات والمسؤوليات على كل مستوى من كل من الإدارات والأقسام والأشخاص تفويد السلطات أيضا الهيكل التنظيمي اللي بدينيها المرونة في الخطط التنظيمية في المستقبل أيضا الاستقلال الوظيفي للإدارات المختلفة فيما يتعلق بالتصريح والحيازة والمحاسبة كل هذا بحققه من؟ الهيكل التنظيمي السليم طيب قلنا العنصر الثاني هو عبارة عن التدقيق الداخلي التدقيق الداخلي هو قسم بتولى هذا القسم مهمة قياس وتقويم فعالية وسائل الرقابة المتعلقة بالرقابة الداخلية سواء كانت المحاسبية أو الضبط الداخلي سواء كانت المحاسبية أو الضبط الداخلي طيب العنصر الثالث من عناصر البيئة الرقابية اللي حنتناوله هو لجنة التدقيق طيب لجنة التدقيق ممن تتكون؟ تتكون عادة من المديرين غير التنفيذيين من المديرين غير ايه؟ التنفيذيين لزيادة فعالية التدقيق الداخلي ليش هما بتتكون من المديرين غير التنفيذيين؟ لأنه هما بدوا رقبوا على العمل التنفيذي فإذا كانوا المديراء التنفيذيين حيرقبوا على سياساتهم وهذا ايش؟ شيء يعتبر في خلل إداني طيب ايش مهام لجنة التدقيق؟ لجنة التدقيق بتساعد الإدارة في تحمل المسؤوليات بتساعد الإدارة في تحمل المسؤوليات أيضا التنصيق بين الإدارة والمدقق الخارجي التنصيق بين مين؟ بين الإدارة والمدقق الخارجي لتسهيل مهمته في العمل وتحديد أتعابه أيضا من مهام لجنة التدقيق مناقشة المدقق الخارجي فيما يتعلق بتوصياته ومقترحاته للإدارة أيضا تعيين المدقيقين الداخلين ومتابعة عملهم واستلام التقارير منهم أيضا العمل على استغلال التدقيق الداخلي وزيادة استغلال التدقيق الخارجي إذن هذه كلها تعتبر من مهام لجنة التدقيق المقاومة الرابع هو سياسات وإجراءات التوظيف طيب سياسة التوظيف وإجراءاته يجب تحديد المؤهلات والتعينات والتدريبات والترقيات والرواتب والعلوات والمكافآت وخلافه حتى يتم التوظيف على أساس سليم إذن هذه الأربع عناصر تشكل بمجموعها البيئة الرقابية والتي تشكل أحد المقاومات الرئيسية لنظام الرقابة الداخلية إذن المقاوم الثاني من مقاومات نظام الرقابة الداخلية هو النظام المحاسبي إذن قلنا مقاومات نظام الرقابة الداخلية ثلاث مقاومات رئيسية المقوم الأول البيئة الرقابية المقوم الثاني النظام المحاسبي والمقوم الثالث الإجراءات الرقابية النظام المحاسبي كمقوم ثاني ما هو ومما يتكون يتكون من السياسات والإجراءات والوسائل الكافية لجمع وتحليل وتصنيف البيانات المالية المالية وإعداد التقارير المالية وتوصيل النتائج لمستخدمها إذن النظام النظام المحاسبي كأحد مقومات نظام الرقابة الداخلية بتجتمل على المستندات المختلفة مثل الفواتير وسندات القبض والصرف إلى غير ذلك أيضا تجتمل على الهيكل التنظيمي لقسم المحاسرة ودليل الإجراءات والسياسات وأيضا الموازنات التقديرية والتقارير وموازين المراجعة وكذلك الموظفين المؤهلين والأجهزة اللازمة إذن قلنا المقوم الثالث من مقومات نظام الرقابة الداخلية ألا وهو الإجراءات الرقابية الإجراءات الرقابية على ما تجتمل تجتمل على الإجراءات والسياسات الخاصة بتحديد المسؤوليات والفصل بين الوظائف المتعارضة مثل التسجيل والاعتماد والحماية والتنفيذ وتشغيل البيانات والحماية المادية والإلكترونية والفحص الداخلي للأداء والعمليات إذن الرقابة الداخلية هذه كمفهوم مهم كيف تنظر له المعايير الدولية الرقابة الداخلية من منظور المعايير الدولية هي ما تصممه الإدارة من إجراءات وسائل لتحقيق مصداقية البيانات المحاسبية وتحقيق الكفاءة والفعالية للعمليات التشغيلية وأيضا لتحقيق الالتزام بالسياسات الإدارية فالرقابة الداخلية توضع لمعالجة المخاطر التي قد تؤدي لتحقيق التي قد لا تؤدي لتحقيق الأهداف إذن الرقابة الداخلية توضع لمعالجة لمخاطر التي قد لا تؤدي لتحقيق الأهداف طب الآن مكونات نظام الرقابة الداخلية وفق المعهد الأمريكي إذن نظام الرقابة الداخلية وفق المعهد الأمريكي بنا نشوفه أمامنا مقاومات نظام الرقابة الداخلية وفق المعهد الأمريكي للمحاسبين القانونيين حنشوفه لحظه أمامي ما هي المقاومات وما هو وجه الاختلاف أول إشي البيئة الرقابية أو المناخ الرقابي إذن هو نفس ما حكينا قبل شوي الإجراءات الرقابية نفسه نظام المعلومات والتوصيل وعنده الإشراف والتوجيه وتقييم المحاطر إذن المعهد الأمريكي للمحاسبين القانونيين وضع مكونات النظام الرقابة الداخلية في خمس عناصر طب إجراءات فهم ونظام الرقابة الداخلية إجراءات فهم ونظام الرقابة الداخلية وهو المحور السيد في المحاورة هذا الفصل كيف تتمثل هذه الإجراءات تتمثل في عملية جمع الأدلة عن التصميم والتشغيل إذا نقول لهم ندرس في عندي تصميم نظامي بصمم نظام الرقابة الداخلية وبشغله صح ولا لا إذن هي بتتمثل في عملية جمع الأدلة عن التصميم والتشغيل لنظام الرقابة الداخلية وبتكون هذه الإجراءات هي أساس لعملية التخطيط حيث يقيم المضاقق بقيم نظام بقيم النظام كتقييم أولي ليش؟ حتى يقيم مخاطر الرقابة ويقوم بتنفيذ اختبارات الرقابة ومن ثم يقرر حجم الاختبارات إذن التفصيل الأرصد إذا كان نظام الرقابة الداخلية ضعيف بيزيد من حجم الاختبارات أما إذا كان نظام الرقابة الداخلية ضعيف بيزيد إذا كان قوي إذن بيقلل من حجم الاختبارات لو قلنا ما هو الهدف وما هو هدف المضاقق من فهم نظام الرقابة الداخلية هناك مجموعة من الأهداف للمضاقق أول هدف من أهداف المضاقق هو توفير أدلة لإنجاز مهمة التدقيق واتخاذ قرار القبول بالعمل أو لا إذن هذا متى يكون؟ يكون قبل عملية التخطيط قبل عملية التخطيط اتنين إمكانية تحديد نقاط الضعف ومثمى الانحرافات المادية المختلفة وركزنا على المادية في الفصل السادس أيضا تقدير مخاطر الاكتشاف وفق النموذج الرياضي وفق إيش؟ وفق النموذج الرياضي أيضا مساعدة المدقق في تصميم الاختبارات التفصيلية للأرصد طب مصادر المعلومات لفهم نظام الرقابة الداخلي يقولنا هدفه من نظام الرقابة الداخلي من الفهم ذكرناهم العناصر اللي تو طب ما هي مصادره من المعلومات لفهم نظام الرقابة الداخلية؟ بتتعدد مصادر المدقق للمعلومات لفهم نظام الرقابة الداخلي منها أوراق العمل السابقة والحكم المهني والخبرة إذن أوراق العمل السابقة للسنوات السابقة الحكم المهني الآن كمتخصص الحكم المهني إذا كان على تأهيل عالي علمي وعملي بيكون عنده حكم مهني قوي وخبرته العملية أيضا الاستفسارات من موظفي الشركة اللي بممكن يتم تدقيقها أيضا دليل السياسات والإجراءات لدى الشركة دليل السياسات والإجراءات بيعرف أنه هل النظام تصميمه سليم أو غير سليم الفحص المستندي والدفاتر والسجلات هذا بديني أنه التشغيل صحيح ولا لا الملاحظة للعمليات والأنشطة كل هاي تعتبر من وسائل أو مصادر المعلومات لفهم نظام الرقابة الداخلية طيب ما هي وسائل توثيق فهم نظام الرقابة الداخلية هناك عدة وسائل لتوثيق فهمه لنظام الرقابة الداخلية منها الاستبيانات ومنها الوصف التحليلي ومنها خرائط التدفق فما هو الاستبيان؟ إذن بنقول كل عملية الاستبيانات إذن هو بيقوم بتجهيز استبيان خاص ليقوم بفهم نظام الرقابة الداخلية على سبيل المثال كل عملية شراء لازم تكون مدعمة بإيش؟ بطلب شراء أي عملية شراء بدون طلب شراء إذن عملية في خلل في السياسات والإجراءات في خلل إذا كان غير موجود في النظام فهناك خلل في التصميم أما إذا كان موجود في النظام فهناك خلل في تشغيل وتطبيق النظام أيضا كل أمر شراء يقابلهم والسلد السلام إذن لو قلنا عملية الشراء هي عملية الجهة الطالب تقدم طلب شراء لدائرة المشتريات دائرة المشتريات إيش بتقوم بدورها؟ بتقول باستلام هذا الطلب واعتماده من الإدارة العليا إذن هذا إذن كل عملية شراء مدعمة بإيه؟ طلب شراء طب الآن وافقوا على الشراء وتم تحديد الجهة التي سيتم منها الشراء يتم إعداد أمر شراء الأمر الشراء أي هو أمر توريد أمر الشراء هو أمر توريد مرسل من قبلنا من قبل الشركة إلى الشركة اللي بتتوردنا هاي المعدات أو البضاءة إذن إذن إحنا بعتنا له أمر توريد طيب إذن في المقابل أمر التوريد لازم يكون قابله إيش؟ مستند استلام طلبنا منه يورده إذن عند التوريد لازم يستم استلام من خلال لجنة مختصة إذن لو رقبنا ولقنا طلب الشراء مش مرفوق عملية شراء بدون طلب شراء فهنا في خلال في نظام الرقابة الداخلية سواء كان في التشغيل أو في التصميم لو لقنا أمر شراء ما في قبله إيش؟ مستند استلام معناه هنا في خلال طبعا عندي أيضا من وسائل توثيق فهم نظام الرقابة الداخلية في عندي الوصف التحليلي لو قلنا على سبيل المثال تبدأ عملية الشراء بطلب من الأقسام المعنية ويقدم لقسم المشتريات زي ما حكينا قبل شوي قلنا أنه طلب الشراء بقدمه الجهة اللي بدها أي مؤدات أو بضاعة بتوجهها لقسم المشتريات أو دائرة المشتريات دائرة المشتريات بدورها تعتمد إذا كان بتوفر عندها في المخازن بتقوم بتوفيره من المخازن إذا غير متوفر بتعتمد طلب الشراء من الجهات المختصة بتحدد الأسعار من خلال استدراج عروض أسعار وبتحدد الأسعار والجهة المختصة بتقوم بتحليل عروض الأسعار والترسي على الأقل الأسعار مع عدم المغابرة بالجودة ثم يتم توجيه أمر شراء لهذه الجهة معتمد من الإدارة العليا ويتم التوريد ثم بعد التوريد من لي أزن فحص استلام لازم يتم إعداد إزن فحص استلام من الجهات الطالبة وقسم المشتريات والجهات الفنية إذن هذا الوصف اللي أنا قمت فيه هو عبارة عن وصف تحليلي للعملية هو عبارة عن وصف تحليلي للعملية أيضا هناك خرائط التدفق إذن وسائل التوثير قد تكون استبيانات وقد يكون وصف تحليلي وقد يكون خرائط التدفق خرائط التدفق تم دراستها من قبلكم في مادة نظم معلومات محاسبية طيب لو أخذناها بشيء من التفصيل هذه البنود للي إنه ما وضحت له الصورة لو قلنا شو هو الاستبيان الاستبيان هو عبارة عن مجموعة من الأسئلة الاستبيان هو عبارة عن مجموعة من الأسئلة المكتوبة عبارة عن مجموعة من الأسئلة المكتوبة اللي بتتعلق بكافة المجالات والأنشطة الخاصة بالرقابة الداخلية إذن هي عبارة عن مجموعة من الأسئلة المكتوبة واللي بتتعلق بكافة المجالات والأنشطة الخاصة بالرقابة الداخلية فيتم توجيه الأسئلة وتكون الإجابة إما بنعم أو لا وعند توفر الإجراء الرقابي تكون الإجابة منعا وإذا لم يتوفر الإجراء الرقابي تكون الإجابة إيش لا ورغم سهولة الاستبيان كوسيلة لفهم نظام الرقابة الداخلية وسهولة الرجوع إله وشموليتي على التفاصيل كثيرة إلا أنه إيش هناك له عيوب ما هي عيوبه عيوبه تتعلق بأيزاء من النظام لا تظهر كوحدة واحدة مترابطة إذن أنا بناقش باند 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 لكن نظام الرقابة الداخلية ككتلة واحدة ما بقدرش إيش إذن هذا بما يتعلق بالاستبيان إذن عبارة عن مجموعة من الأسئلة مكتوبة بسأل فيها بتخص نظام الرقابة إذا كان إجابة بيتوفر الإجراء هذا بنقول لا لا يتوفر لا طب الآن نعود مرة تانية للوصف التحليلي الوصف التحليلي يصف المضاقق نظام الرقابة الداخلية من خلال توثيق الإجراءات وتسلسلها زي ما حكيت لكم غلب شراء بروح لقسم المشتريات من الجهة الطالبة لقسم المشتريات قسم المشتريات بروح بيعتمدوا بالإدارة العلية بستدرجعون أسعار من المؤردين برجاء إذن هي عبارة عن إجراءات إذن الوصف التحليلي يصف المضاقق نظام الرقابة الداخلية من خلال توثيق الإجراءات وتسلسلها وبشوف فيها النواحي القوة والضاعف وبعرف أنه الدفاتر والزالجلات المستخدمة ومصادر التوثيق بتبين مدى ملائمة الإجراءات الرقابية وما يترتب عليها من مخاطر الرقابية وهذه الطريقة سهلة إلا أنها بتشكل صعوبة في الرجوع إليها بسبب الكم الكبير من الوصف للعمليات والأنشطة خراءة التطفق اللي قلنا أننا درسناها في أنظمة معلومات محاسبية سنمر عليها مرور أيضا لمن أراد أن يستزيد يرجع إلى مادة أنظمة معلومات محاسبية بتتمثل برسم تخطيطي للإجراءات وبيان تناول الأقسام وتداول البيانات بينها أو المستندات بين الأقسام والدوائر عن طريق رموز أو أشكال اللي أمامنا باللون الأزرق ويتشبه الرسم البياني في طريقة العرض للبيانات والإجراءات وتسهل عملية التعرف على نقاط القوة ونقاط الضعف ويتعد بواسطة الشركة اللي بتم تدقيقها ويقوم المدقق بإعداد هذه الوسيلة لوصف النظام إذن بقوم المدقق بهذه الطريقة لوصف النظام إذن بهذا نكون قد مررنا مرور ما استطعنا على نظام الرقابة الداخلية وحققنا قدر الإمكان الأهداف المرجوة من هذا الفصل وهي أمامنا مفهوم الرقابة الداخلية والهدف منها ذكرنا بالتفصيل مسؤولية الإدارة حيث مسؤوليتها عن التصميم وعن التشغيل ومسؤولية المدقق وهل نظام الرقابة يقدم أدلة معقولة أو أدلة مطلقة قلنا أنه يقدم أدلة معقولة وليس مطلقة محددات نظام الرقابة الداخلية أقسام نظام الرقابة الداخلية وقلنا الرقابة الداخلية المحاسبية والرقابة الداخلية الإدارية والضبط الداخلي وحكينا عن مقاومات نظام الرقابة الداخلية وقلنا أن مقاومات نظام الرقابة الداخلية هي البيئة الرقابية والنظام المحاسبة والإجراءات الرقابية وأيضا أخذنا إجراءات وفهم ودراسة نظام الرقابة الداخلية وإجراءات التوثيق الثلاثة سواء كانت الاستبيانات الاستبيان أو الوصف التحليلي أو أيضا خرائط التدفق إذن بهذا نكون قد أنهينا هذا الموضوع وهو نظام الرقابة الداخلية أتمنى التوثيق للجميع ويعطيكم العافية